أولى سنوية فرصة جديدة وحلم جديد وهنعديها بالتأكيد وهنعديها بالتأكيد أولى سنوية أهلاً بكم أعزائي الطالبات وطالبات للصف الأول السنوية وحلقة جديدة من حلقات شرح مادة الماثيماتيكس على قناة مدرستنا ثلاثة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم درسنا قبل كده الانيكواليتيز وقلنا أن الفرق بين الانيكواليتي والأكويشن هي الأكwell لو أكويشن فيها أكwell أو الانيكواليتي فيها جرية ترزان أو سمولارزان بس الانيكواليتيز اللي احنا درسناها قبل كده كانت لينير إيكواليتي أو فيرس دي جري عنده تعالوا النهاردة نتكلم على الكوادراتيكciąيلة وندرسها وعندوا تعالوا بصها أو تعالوا نشوف إزاي هنقدر نحل الكوادراتيكينيكواليتي يلا بينا طيب الليسة النهاردة اسمه Quadratic Inequalities in One Variable أوكي Quadratic Inequalities in One Variable Today we will know How to solve Quadratic Inequalities in One Variable أوكي فالكوادراتيك معناها ان هي الانيقواليتي هتكون Of Second Degree طيب تعالوا بس لنفتكر حاجة صغيرة خالص You have studied before the First Degree Inequality In One Variable And you have known that Solving the inequality means Finding all values of The unknown which satisfy This inequality And is written in the form of An interval أوكي Can you solve the Second Degree Inequality in One Variable هو ده الشغل بتاعنا أوكي يبقى الفرق ان كان ما بين السليوشن ست بين الإكوشن والإنقواليتي ان الإكوشن كان السليوشن ست بتاعها between braces اللي هي الست أوكي طب في الانيقواليتي لأ في الانيقواليتي هيكون السليوشن ست بتاعنا هيكون interval أوكي وهنتعرف يعني الفرق بين الانترفال والست ونفتكره مع بعض أوكي طب تعالوا نشوف كده لو احنا عندنا X power 2 minus X minus 2 greater than 0 is a second degree in equality يا طرح ان اقوله انا اللي بقول second ولا هي فعلا in equality دي أو في second degree لو بصنا على X power 2 هلأ ان الـ X هنا الباور بتاعها تو يبقى دي second degree in equality طب لو كان free يبقى fair degree لو ما كانش فيه اي باور وفيها X واحدة بس يبقى X في first degree in equality طيب if X power 2 minus X minus 2 greater than 0 is a second degree in equality as shown the figure of Z while if of X equal X power 2 minus X minus 2 الله وانا عملت ايه كل اللي انا عملته ان احنا خليناها بدل ما ها انيقوالي هنحلها as equation اوكي as function of second degree طب بص معايا كده طيب هنلاقي ايه بقى المنظر دوت from the figure of Z ونعمل لها representing جاعة دي خالص الفانكشن اللي هي F of X equal X power 2 minus X minus 2 هلاقي ان الـ solution set بتاعنا بقى ايه بقى الجرافي اللي قدامي دوت هنرسمه اوكي هيبقى الكيرف بيبص لفوق كده زي ما درسنا قبل كده وانا زي نعرف الكيرف هيبص لفوق او يبص لتحت امتى لو كانت X power 2 الصين بتاعتها positive يبقى الكيرف هيلوكتو اب اوكي طب لو كانت X power 2 صين negative يبقى الكيرف هيلوكتو دا طب هو هنا عايز ايه هو هنا عايز يعرف الـ values تاعت الـ equation دات او بتاعت الـ inequality بس امتى when it's greater than zero يعني اكبر من الزيرو يبقى عندي كده كم جزء هيبقى عندي هنا 2 parts الـ left part اللي هو اللي على الشمال خالص لحد ما نوصل للـ negative 1 اوكي فهتكون فروم negative infinity لحد الـ negative 1 والـ negative 1 هنا اوبن لان هي مش معانا اوكي ويرجع تاني الكيرف هو النزل اللي تحت خلاص ده negative مش معانا خالص وبعد كي نبدأ نطلع فوق العندة 2 من بعد التو على طول بقى بسطف فلاقي بقى الـ solution 6 بتاعتنا ايه فروم negative infinity 2 negative 1 الـ interval يوني الـ interval الجديدة فروم 2 2 infinity اوكي طيب يبقى المنظر هنا ايه يبقى الـ solution 6 بتاعت الـ inequality هنا ايه بقى هيكون ممكن اكتبه بطريقة تانية كل الـ numbers different الـ interval اللي هي from negative 1 and 2 اوكي يبقى الـ interval بتاعتنا هتكون كل الـ numbers اللي هي R different negative 1 and 2 اوكي طب يطرى هو قال greater than 0 تمام تعالنا نشوف بقى example number 2 solve the inequality x power 2 minus 5x minus 6 greater than 0 step number 1 we write the quadratic function related to the inequality as follows يبقى احنا هنحولها بدل ما هي inequality تبقى function f of x equal x power 2 minus 5x minus 6 طب وبعدين step number 2 we study the sign of the function if where f of x equal x power 2 minus 5x minus 6 هنخليها بقى function عادي وهنعمل representing the function زي ما درسناها قبل كده اوكي طيب وبعدين يلا نحلها بقى بس نحلها زي بقى بابسط حاجة انا مش عايز اعمل representing function completely انا كل اللي انا عايز اعرف عايز اعرف الكيرف دو هيبص الفوق ولا التحت هيقتل x axis في انهي بوينت وبس كده بعد كده هقدر من خلال الكلام ده كله ان انا اقدر حدد دي الصين واقدر حدد هتبقى امتى positive و امتى negative و امتى equal 0 تعالنا نبص كده هنلاقيتو نامبرز البرودك تبطعم equal 6 and different equal 5 هتكون 6 times 1 وال6 negative يبقى الصين هيكونوا different و ده الفاكتورازيش اللي درسنا قبل كده في بريب 2 اكي فهتكون 6 هي اللي negative وال1 هي اللي positive وهنقول neither x minus 6 equal 0 therefore x equal 6 or x plus 1 equal 0 and x will be negative 1 ونلاقى الانتيرفال اللي قدامنا بالمنظر دو يبقى انا عندي دلوقت ال negative 1 موجودة هنا وال6 موجودة هنا والاتنون دول ال values بتوعهم equal 0 يتبقى حاجة مهمة اوى بقى يا تارى فين البوزتيف و فين النيجاتف و فين يعني احنا كده قسمنا الكيرف 3 parts اوكي طب ايه معنىها بقى اديات عايز اعرف يا تارى بص كده معايا شباب يا تارى ال x بورتو positive ولا negative او ال x بورتو positive معنى كده ان الكيرف كان بيبص من فوق اللي بينزل لتحت كده ويطلع تاني يبقى بدأ بجزء positive وبعد كده بقى 0 عند النيجاتف 1 وبعد كده نزل نيجاتف وبعد كده هيبدأ يطلع تاني عند ال 6 بقى 0 وبعد ال 6 يبقى ايه positive زي كده يبقى نكتب الكيرف ازاي بالمنظر ده قد النيجاتف 1 اللي هي عندها ال f f x ب 0 هلقى كل اللي علفت ده positive طب بعد النيجاتف 1 الكيرف نزل لتحت بقى نيجاتف نيجاتف كلها نيجاتف وبعد ما وصل لل 6 بقى 0 وبعد ال 6 بقى ايه بيطلع تاني فوق بقى positive يبقى هو عايز هنا بص على السؤال فقه خالص بقى هو كان عايز ال x بورطه minus 5x minus 6 greater than 0 يبقى هو عايز الجزء positive طب فين الجزء البوزتيف عندنا 2 parts positive يا اما form negative infinity to negative 1 وعندنا النحة التاني طب هو عايز كل البوزتيف يبقى قوله كده هيكون solution set from negative infinity to negative 1 واللتنين هيكونوا open union 6 to infinity واللتنين هيكونوا open ليه 6 open 6 والnegative 1 open ليه لاني لما كانت ال x ب negative 1 كانت الفونكشن بزيرو يبقى ما نفعش تبقى closed معاي نفس الكلام عندي 6 واحنا عارفين دايما ان negative infinity and infinity all the time is open مش بيزي تقفر خاص الانتيرفال داي لان انا مش عارف الليمت بتاعها ايه اوكي تعالي نشوف بقى example كمان solve the following inequalities اول حاجة هتكون x power 2 minus 2x plus 8 smaller than 0 طب نشتغلها ازاي ما تيجو كده نحلها مع بعض تعالي نشوف بقى example بسيط جدا ويعرفنا ازاي نsolve the inequality بس الexamble دا بسيط شوية شوية عشان نبدأ نشتغل عليه example بيقول ايه solve the following inequality x plus 3 all power 2 smaller than or equal 10 minus 3 times x plus 3 ايه مستر دا دا فيه bracket وفيه times وفيه حاجاتي كتير ايه المشكلة؟ تعالي نشتغل وبصصها على نفسك ما عليش تسعار بالدنيا واحدة واحدة ونشوف كده اول حاجة وحنا شغالين في هنا هنلاقي ان انا عندي bracket all power 2 ايه المشكلة؟ طب ازاي ان فاكتورازي bracket all power 2 first power 2 x power 2 سيب بس بس شوية second power 2 3 power 2 9 وبعد نعمل first time second times 2 دا ما نندي بوزتيف طبعا فx by 3 by 2 6x والسين بتاعتنا بوزتيف smaller than or equal 10 طب ايه حكاية النجاتي في سري دا اوه النجاتي في سري دا هنعملها times البركت كله وخلي بالك من السين وركز جدا negative 3 times x negative 3 x negative 3 times 3 plus 9 تمام كده؟ ايه رأيوكم لو خلينا كل الانيكوالت دا النحية دي اوكي؟ هتبقى ناحية اللفت في مشكلة؟ فيش اي مشكلة؟ يلا ادي x power 2 plus 6x plus 9 طب كل ننبر هيتشينج البوزيشن بتاعه اكيد السين بتاعته وتتغير يبقى التين هنا تبقى ايه؟ negative 10 negative 3x يبقى plus 3x طب 9 negative 9 وسبنا الناحية التانية زيرو مش ملاحظين حاجة؟ الـ x power 2 ما فيش حاجة معاه طب الـ 9 والـ negative 9 خلاص طب عندي هنا ايه؟ 6x وعندي هنا ايه؟ 3x والـ same sign يبقى plus 9x طب وطب اوه this 10 اه دي negative 10 والكلام ده smaller than or equal 0 هقول لك خلي الـ inequality sign دي دلوقتي زي ما هي مش عايز اتكلم فيها خالص يعني smaller than or equal دي مش عايزها دلوقتي هتفيدني في السيليوشن طب اعمل الـ if ده واتحال نشو يلا نعمل factorizing حاضر اهو يا شباب وهنقوالها بـ 0 خلي الـ sign دي زي ما هي مش هنتكلم فيها دلوقتي خالص طب x power 2 x and x طب احنا دلوقتي we need two numbers الـ product equal 10 and بص بق الـ sign دي عايز الـ difference بتاعهم بـ 9 يبقى هالـ factors of 10 يأما 1 times 10 يأما 2 times 5 من هنا اللي satisfy ان الـ numbers وإحنا وإحنا عملنا minus للـ factorizing يأديني 9 أكيد 1 and 10 يبقى هنا 1 وهنا 10 طب نيجي على الـ sign يا ترى الثاني هيكون same signs ولا different signs signs هيكون different لأن هنا negative فالـ 10 هي اللي لها أو لو هي تختار الـ sign فالـ 10 هتاخد middle sign والـ 1 هتبقى هي الـ opposite طب وبعدين خلاص يبقى هنا x minus 1 equal 0 يبقى هنا x equal 1 طب التانية لو الـ x plus 10 equal 0 then x equal negative 10 يلا عن number line بقى يلا قادي number line بتاعنا هنا بالمنظر دوت وابدأ أشوف كده يلا أنا عند الـ point mean 1 و negative 10 خلاص يبقى هنا negative 10 هي طبعا والـ 1 هنا هنا دي negative infinity وهنا infinity عند الـ negative 1 كانت الفانكشن equal 0 وعند الـ 1 كانت الفانكشن equal 0 بقى حاجة مهمة أوبع أحط فين الـ positive وفين الـ negative أو فين الـ negative وفين الـ positive بص معايا كده يا طرى الـ x power 2 كانت الصين بتاعتها positive ولا negative يا شباب الـ x power 2 في الأول المسألة خالص مش لما اشتغلت عليها في أول المسألة خالص كانت الـ x power 2 كانت boost الله يبقى الكيرف عامل إزاي يبقى الكيرف أكيد عامل بالمنظر ده يبقى الكيرف هيكات الـ x axis أهو بصوا بقى خلطوا بقى يبقى هنا الـ negative 10 والـ negative 1 أوكي يبقى قبل الـ negative 10 كانت كيرف إيه يا شباب الله ينور عليكم يبقى يجي هنا بقى positive 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 طب بعد 10 بصوا كده يبقى هنا negative 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 طب و بعد كده بعد الـ 1 إيه اللي حصل آه ده حصلت الصين بقى كلها positive يبقى هنا positive 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 أوكي تعالوا بقى نرجع للحطة اللي قلتلكوا عليها اللي هي شوف بقى العلامة هنا ايه أو الـ equal to sign الـ direction بتاعها كان ايه كانت smaller than or equal 0 يبقى أنا عايز مين عايز الـ negative sign يبقى هتبقى فين بقى يا شباب الله ينور عليكم هتكون الجزء ده هتكون الـ negative فين بقى أيوة هو الجزء ده كل ايه ده يا مستر انت خدت معايا الـ 1 والـ negative 2 ليه أو الـ negative 2 والـ 1 ليه هقولك ليه لأنه بصة عمال ليه هنا ايه or equal يبقى أنا محتاجت equal 0 يبقى الـ solution set بتاعنا هيكون ايه بقى يا شباب الـ solution set هتبقى from negative 10 till 1 والـ negative 10 هنا هتبقى closed والـ 1 closed طب closed ليه closed لأنه قال لي ايه or equal اوكي يبقى الـ solution set بتاعتي اللي هو smaller than 0 طب اكد او ما لو كان عايز greater than 0 اه كنت هقول له ايه الجزء اللي على الشمال دوت from negative infinity to 0 union الجزء اللي عليمين ده from negative infinity to negative 10 ومن 1 لحد ايه لحد infinity تمام كده تعالوا شوف ايجزامبل تاني كده solve the following inequality x power 2 minus 3x plus 5 smaller than 0 وتعالوا نبدأ كده احنا قلنا ايه الاول inequality كده مزبوطة كلهم في صيد وهنا 0 اه يلا نحاولها الايه يلا نحاولها الايكوشن هيت x power 2 minus 3x plus 5 equal 0 طب يلا نعمل factorizing بس استنى كده 5 هنا مفيش غير 1 by 5 ومن factorization احنا عايزين 2 numbers الـ sum بتاعهم equal 3 مش هنلاقي يبقى نعمل ايه بقى اه تعالوا نشوف الـ discriminant بتاعي يا ترى الكيرف كان هيتouch الـ x axis ولا مالوش ضعب الـ x axis خالص عشان نعرف تعالوا نشوف كده هو الـ كم هنا يا شباب فاكريني الـ كان هو coefficient of x power 2 كان ب1 والب كان بك ايه يا شباب coefficient of x كان negative 3 طب وصي كانت ايه الـ absolute term اللي هي equal 5 وكان الـ discriminant equal ايه الـ discriminant can be power 2 minus 4 ac تمام جدا طب الـ b power 2 بقى ايه يبقى negative 3 power 2 minus 4 times 1 times 5 يبقى هنا بقى 9 minus 1 times 5 4 times 1 times 5 10 الله the equal negative 11 that discriminant تتلعب negative number يبقى الـ discriminant دوة يبقى الكيرف عمره ما هي touch الـ x axis يبقى يئمة عامل كده بصوا يا شباب على اليمين خالص كده يئمة هيبقى الكيرف يئمة فوق كده يئمة تحت كده طب عرفها ازاي يأترى هو بيبص الفوق أو بيبص التحت ايوة بص على sign of x power 2 يأترى الـ x power 2 بوزتيف ولا negative الله ينور عليكم دوة بوزتيف يبقى الكيرف هيبص فين هيبص الفوق يبقى الفكرة كلها يبقى لما نعمل number line كده هنلاقي الـ 9 كله ايه كله بوزتيف خلاص طب الـ solution 6 بتاعنا هيكون هنا ايه بقى هو عايزه ايه smaller than 0 هو في حاجة smaller than 0 يبقى قدر اقول ان الـ solution 6 بتاعنا هيكون ايه فاي ليه فاي؟ لان انا دلوقتي لما حسبت ورسمت الكيرف لقيت ان الكيرف never ever touch x مش هقرب الـ x access خالص وفي نفس الوقت الكيرف كله لفوق يبقى مليش ضعب الـ x x يبقى عمر الـ function او عمر الـ inequality ما يكون negative ابدا اوكي؟ طيب يبقى احنا كده تكلمنا على inequalities واتكلمنا ازاي نسولف inequality او ازاي نفايند solution 6 وقلنا ان الـ inequality ممكن solution 6 بتاعها يكون one number لو كانت او هيكون different sign positive negative positive لو كانت امتى لو كانت الكيرف او discriminant value positive والكيرف هيبقى بيبص الفوق او بيبص التحت اوكي؟ طيب امتى هيكون solution 6 اما كله positive اما كله negative هيكون positive او negative لو كانت discriminant بالnegative number طيب يطر هل function ممكن تكون ليها positive بس وزيرو او negative بس وزيرو ده اللي هنعرفه لما نطلع على lightboard ونرجع تاني نتناقش في الموضوع دوت يلا بينا تعالوا نشوف بقى solve the following inequality 4x minus x power 2 minus 4 smaller than 0 تعالوا نشتغل عن الموضوع دوت قلنا هنشتغل كا equation عادي خال بس مش ملاحظين حاجة ان x power 2 هنا negative خليك فيها الموضوع ده هيبقى تعالوا نلتبها negative x power 2 plus 4x minus 4 وانحلها كا equation عادي خاص طب يليكم لو خدنا negative common factor بقت هنا x power 2 minus 4x plus 4 ok الكلام equal 0 change كلها طب وبعدين ده perfect square خلي negative خليك دلوقت خليك فاكر النجل تبقى هنا ايه ده perfect square روت third روت third هتبقى 2 والsign بتاعة الميدل هي هتبقى negative all power 2 equal 0 الكيس دي هنشيل negative ونشيل power 2 بس خليك فاكر يبقى هنا x minus 2 equal 0 يبقى x equal 2 يبقى الانيكوالت داية لما نعمل represent انجليها هلاها بالمنظر ده بسوا يا شباب ادي infinity و ادي هنا negative infinity والx هنا 2 لما x 2 يبقى الانيكوالت هنا equal a 0 تعالوا نبص بقى يطر الكيرف دوت هو كده هيتتتش الx at one point طب يطر الكيرف دوت هيبص لفوق للتاحت تعالوا نشوف the sign of x وارتو بس مش اي x وارتو الاصلية كانت الصين هنا يا شباب negative يبقى معنى كده ان الكيرف دوت كان عامل ازاي كان هيتتتش الx axis كده اوكي وتفر الpoint الpoint هنا تبقى مش مشكلة الpoint دلوقت بس انا قصدي انه كله هيبقى negative يبقى الصين بتاعت هتكون negative all زطايا يبقى solution 6 بتاعت اي مش هو عايز solution 6 لما اصغر من zero مش هنا smaller than zero يبقى اقدر اقول ان solution 6 بتاعتنا هتكون كل الريل numbers difference الpoint اللي اسمها اي 2 لان عند 2 ال function هتبقى equal a 0 زي ما عارفنا او زي ما درسنا وعلى اللايت بورد وشوفنا امتى الكيرف هي touch ال x axis يبقى ليه sine positive zero positive او positive negative او negative zero negative اوكي يبقى احنا كده خلصنا اللي اسم بتاعنا اللي هو solving quadratic inequality ويبقى كده خلصنا الجزء الخاص بمنه جيل algebra في الترم الاول اوكي على لقاء قادم باذن الله في فروع تاني من فروع مادة الماثيماتيكس نشوفكم على الخير باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته او لسانويه فرصة جديدة وحلم جديد وهنعديها بالتأكيد وهنعديها بالتأكيد او لسانويه